طيب نروح بقى للنادي الاهلي لأنه والله العظيم بجد حتى لو احنا متفرج على كاس العالم متمعتعين بكاس العالم جمهور النادي الاهلي بالنسبة لنا احنا يعني كجمهور النادي الاهلي حتة انه بقى فيه مطش الاهلي وكمان بعد غياب دي حالة خاصة يعني حاجة خاصة جدا بالنسبة لنا يعني لو مين بيلعب لو بكرة نهائي كاس العالم والاهلي بيلعب بالنسبة لنا احنا كأهلاوية لا مطش الاهلي ببقى طبعا هيبقى صعب التوقيت يبقى في نفس التوقيت لكن في كل أحوال مباراة مرتقبة جدا وننتظرها بين النيادي الأهلي والمقالول العرب مباراة هتكون الساعة 5 مساء على السادة الأهلي والسلام في ربع نهائي بطولة كاس مصر إن شاء الله الأهلي يكون موفق إن شاء الله كولر يكون استغل فترة التوقف أفضل استغلال ويكون هيئة لعبيه بالشكل الأمثل وده اللي احنا طبعا يعني متفقلين به بشكل كبير ومتوقعينه بشكل كبير جدا جدا لأن معنا مدرم مميز للغاية ومعنا عناصر مميزة جدا من اللاعبين عودة الدولين بعد معسكر المنتخب وعودة بعض المصابين أبرزهم حمدي فتحي وعبد المنعم وعدد ديانج والسولية لأنه برضو ديانج والسولية كانوا مصابين بيخيب أبرز الغيبات بالنسبة لك علي معلول متولي برضو لسه الإصابة إن شاء الله يحاول يلحق خلال فترة اللي جاية وأعتقد أنه بيقترب جدا من اللحاق بالمموريات الأهلي في بطولة الدوري لكن خلينا ننتظر ونمشي مع واحدة واحدة عشان الإصابة ما تتفقمش أو ما تتجددش يعني في العضلة الخلفية لكن الأمور جاية كمان بالنسبة لي متولي فالنهاء بكرة إن شاء الله هتبقى مباراة قوية جدا ومن مران يمكن في هذه اللحظات بيبتلي هناك في استاد مختار التيتش مران حيكون مهم بعد يتم الإعلان عن قيمة الفريق لمباراة بكرة وإن شاء الله يستعد الأهلي بشكل جيد وحيكون عندنا كواليس مهمة كمان شوية من استاد مختار التيتش بخصوص الاستعدادات الأخيرة وكواليسها بالنسبة لنادي الأهلي أبرم مباراة بكرة قدام المقاولين العرف ربع نهائي بتوتي كاسمه الموسم اللي ماضي طبعا مش الموسم الحالي نتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي المباراة طبعا صعبة يعني انت هتلعب المقاولين بفرقة محترمة جدا مع عام كابتن شاوي غريب مدرب بخبرات كتيرة وفي نفس الوقت ما تشكس مصر يعني مش مضمون أي حاجة فلازم يكون احنا مركزين بشكل كبير لازم نقدر ان احنا نحسب الأمور بشكل مبكر يبقى أفضل بكتير برضو لان كلما الأوقات بتروح بك لمدة كبيرة من المباراة فبالتالي الأمور بتتصعب والقصة ما تبقى السهلة بتخلي فيه سقة وفرص كبيرة جدا عند المقاولين العرب في المباراة زي دي ان شاء الله نحاول نحسب الأمور بدري بدري نحن نقدر على كده وعندنا فرقة مميزة وعايزين نكمل الانطلاق يعني في مرحلة أولى خلصت بالنسبة لنادي الأهلي من خلال الفوز في ست مطشط مع بداية الموسم سواء افريقيا او محليا او حتى على مستوى السوبر المصري بتفوز بست مباراة بشكل متتالي وشكل مميز جدا خارج وداخل ملعبك فدي مرحلة وانتهت على أكمل وجه بس انت في مرحلة تانية دلوقتي من الموسم مهم جدا ان انت تكمل البداية بتاعتك والانطلاق المميزة ان شاء الله بإذننا متفقلين بالأهلي خير هذا الموسم تحدي تحدي